طب ست اللي هو ماذا عن ترسيم الحدود البحرية مع اليونان؟ طبعا يا فندم ترسيم الحدود البحرية احنا الحدود البحرية بنطلق عليها تعيين الحدود البحرية ده مهم جدا لانه بيدي فرصة للبلد انها تستفيد من الموارد الموجودة في المياه الاقتصادية الخالصة ويعني احنا شفنا حتى ليس في البحر الابض المتواصل احنا رسمنا حدودنا مع اليونان اليونان رسمت حدودها ايضا مع ايطاليا دليل ان المنطقة كلها كل دولة تستفيد من الموارد في مجال الطاقة في مجال النفط في مجال الغاز وخير دليل على ذلك هو حقل ظهر الذي يعتبر اكبر احتياط من الغاز في منطقة الشرق الاوسط نتيجة ترسيم هذه الحدود ايضا في البحر الاحمر ايضا تم ترسيم الحدود مع السعودية كل ذلك في اطار ان الدولة بتحافظ على مصالحها على مكاسبها انها بتقدر تستفيد من ثرواتها فدي اهمية تعيين وترسيم الحدود البحرية مع اليونان احنا نعلم ان يعني توقيع هذه الاتفاقية كان في شهر اغسطس الماضي ما بين مصر واليونان وتعتبر دي اول زيارة للرئيس عبدالفتاح السيسي بعد توقيع هذه الاتفاقية توقيع اتفاقية ترسيم وتعيين الحدود البحرية الاهميتها في ان هي افرزت ما يسمى بمنتدى غاز شرق المتوسط المنتدى ده منتدى اقليمي ما بين اقليم شرق المتوسط بيساعد ان ممكن يتحول الى منتدى يعني عالمي بعد ذلك اقليمي او دولي لان الغاز عندما يتم يعني اجتماع الدول على الاستفادة من طروة الغاز في هذه المنطقة بيشابه بالزبط كما حدث في اوروبا من منتدى هما اجتموا حول الصلب على الفحر وحصل فيه وحدة في هذا الاطار احنا برضو الغاز اللي موجود في شرق المتوسط يمكن ان يكون يعني ركيزة للتعاون الدولي في تلك المنطقة ليس اقليمي فقط ولكن تعاون دولي في الغاز